طيب يعني للأسف الشديد في برامج بتجيب بعض الشخصيات أو خلينا نتكلم بطريقة محددة يعني نتعودت على كده في برنامج بيجيب شخصية بتعتمد على إن هي تدحك الناس أو إن هي يعني لعيب كرة كبير ويعرف يقيم ويعرف يعرف إيه يشوف من الفريق الكويس مين المدرب الكويس من مين المدرب الوحش وكلام من دي يعني والبرامج دي تعودت على كده واللعيب ده تعود على كده بس أنا ومش حقول إسمه يعني مش حقول إسمه عشان ما دوش شرف إن إسمه يتقال في قناة الأهلي يعني في ناس كده آه ممكن تقول إسمها وتخش معها ضايركت بس في ناس ما تستهلش إنك تجيب إسمها على شاشة قناة الأهلي أما يكون الأهلي مبارح عامل مباراة كبيرة دي زي دي مش مبارح بس مباراة اللي قابليها هناك في راضس عامل مباراة كبيرة زي دي وكسبان بره ملعبه ويتقال على المسلمان يمدرب ما عندوش فكرة ومدرب محظوظ ومدرب على قده وإن الأهلي عنده لعيبة جامدة طبعا عندها لعيبة جامدة بس برضو لازم يكون عندها مدرب جامد لازم يكون عندها مدرب جامد ويطلع يقول لك عكس الكلام ده يعني لما تلاقي الناس كلها يرحمين بشكل طبيعي وتقايم بشكل منطقي وموضوعي وتلاقي واحد عشان يلفت النظر يروح شمال ويقول كلام مختلف تماما عكس الواقع عشان يخلي الناس تاخد بالهم منه يعني واخد بالك فالراجل ده من الآخر كده يعني من الآخر هو الرأس ماله الهبد رأس ماله أكل عيشه عشان نبقى عارفين يعني عشان يبقى الأمور واضحة وانا واصل ان الجمهور انتوا عارفين انا بتكلم على مين وواصل جدا ان انتوا بتتفرجوا عليه عشان تضحكوا هو لازم يفهم كده مع كامل الاحترام والتقدير للبرنامج يعني رغم ان البرنامج اهدافه واضحة برضو ان هو يستضيف ناس تعمل لغط وتعمل ويبقوا ترند بس فيه حاجة اسمها ترند سلبي هم مبسوطين قوي بالترند السلبي ده اللي هو انا اقول حاجة خارج نطاق الطبيعة ها علشان ايه علشان اقلفت نظر الناس هو ده صح هو ده اعلام او هو ده واحد يقا انت مين اصلا علشان تقايم الاهلي انت مين والله العظيم الواحد بيزعل او مش بيزعل الواحد بيفرح لما بيلاقي شباب شباب ملعبوش كورة ملعبوش كورة وماشاء الله عليهم في التحليل من غير ما يجيب اسماء يعني فيه شباب ملعبوش كورة وبيحللوا احسن بكتير من الناس اللي كانت جوه الملعب اللي كانت بتلعب كورة ما عندهمش فكرة اللي كانوا بيلاعبوا كورة دول مش كلهم طبعا انا بتكلم على الشخصيات بعينها وانتو معارفين انا قصدي على مين فيه ناس اللعبت كورة ناس رظيمة ناس بتعرف تتكلم ناس بتعرف تحلل لكن مش اي واحد لعب كورة ها وليه مشتورته فانيلا يبقى محلل يا جماعة مش كده والله عيب عيب جدا فهو الراجل ده راس ماله الهبد يعني مش عايز اقول كلمة تانية بلاش اهبد واقول اي حاجة ها واقول تقييم غلط بشكل غريب ومستفز عشان الفت نظر الناس سألوهم انا هو خلوه بالكو انا هو شايفيني هو دي شغلته اكل عيشه ممكن نوع ظروف دي لكن هو تمادى فيها اوي بصراحة انت مين عشان تقيم الاهلي ولعبته هل يعني تدي درجات للعب درجات مين لعبت مين تديها درجات يا راجل اتا حتى متديش الدرجات بمنطقية الاهلي اللي وصلناها يا فراج تدي اللعب درجات ملاش علاقة بالمطش هو كان بيتفرج على مطش تاني بقى يمكن زي مثلا ما تيجي تقول ايه تجيب واحد فيقول لحضانة ها واحد فيقول لحضانة لسا عيل صغير مش عارف حاجة ما عندوش فكرة عن البطيخ يعني فيقول لحضانة تمام ويجري وحقيل لك يقيم مين دكتور في الجامعة هل ده يبقى منطقي نا طبعا شمنطقي بس هو ده اللي بيحصل هو ده اللي احنا شايفينه وبنعيشه اللي لازم يفهموه واللي لازم يفهمو الراجل ده تحديدا ومش حاجيب اسمه برضو ان الناس بتتفرج عليه دلوقتي عشان تتحك مادة للتسلية مادة للضحك بيقدمها الغريب بقى ايه ان انت لما تيجي كده تشوف الراجل ده تاريخه ايه في تدريب هحكي لك انا تاريخه ايه في تدريب جي نادي من الاندية السنة اللي فاتت قالك ايه قالك الراجل ده بيتكلم كويس ايه عن نفسه بيقول انا لو بس مسكوني فريق وانا وريكو حامل ده انا حكسر الدنيا ده انا بصه هتشوفه اللي ما شفتهوش في حياتكم طب الادارة دي فكرت قالك طب تيجي نجيب الراجل ده يمكن كده الدنيا تفلح معاه وتنفعه ويزبطنا ويعدنا في الدور عمل فيهم ايه خد الموضوع شو اقوى الله خد الموضوع شو نزل بيهم مش درجة تانية لا ده نزل بيهم درجة تالتة نزل بيهم درجة تالتة ولو كملكم ممكن اصلا ايه يلغو النشاط خالص بدل ما نزل بيهم درجة تانية بس نزل كمان لدرجة تالتة فبقى اي امارة بقى امارة انت بتقيم بقى امارة ايه انت بتتكلم على مسماني يا جماعة لازم ندي كل واحد حقه يا جماعة زي بقى بندي مسماني حقه الراجل ده لازم ياخد حقه عايز ينتقد الاهلي وخلاص عايز ينتقد مسماني وخلاص يعني حاجة غريبة حاجة غريبة وبقى فيه تمادي فيها بشكل كبير جدا جدا وامر كير طبيعي لكن الطبيعي مثلا لما تيجي تلاقي واحد زي ميدو مبارح اتكلم على الاهلي بشكل كويس جدا ودي الاهلي حقه هو ده الصح هو ده الطبيعي رغم احنا عارفين انت ماء ميدو طبعا زي ملكو كبير واكتر من اعلامي بصراحة ده لالاهلي حقه هو ده الطبيعي ما ينفعش انت الاهلي يكون عامل بطولة ممتازة زي دي وعامل مبارتين ممتازين زي مبارتين الترقي بتطلع تقول الاهلي وحش والمدرب ده تعبان والفرقة دي واللعبة دي تاخد خمسة من عشرة ومش عارف مين من عشرة اي كلمتين في اي عاجة واي اي حاجات بصراحة بتتقالوا الواحد حزين يعني اللي ما بيشوف الحاجات دي او مش بيشوف والله انا ناس يعني اصدقائي بعتولي الفيديوهات وشفت واتحكت زي ما هم مضحكم وزي ما كل جماهير اللي بتتفرج عليه بقى مختلف انت مقاتها بتتحك هو مادة للتسلية حرام عليكم يا جماعة فوقوا بجد فوقوا يعني الناس تتحك عليكم دي رسالة لان انا بقصودهم والان انتوا عارفين انا قصد يعلمين فوقوا لان الناس تتحك عليكم بجد ماشي ده او ده امر كان مهم برضو حبينا ان احنا نتكلم فيه لان بصراحة لازم كل واحد ياخد حقه بالشكل الايجابي لما يستحق وبالشكل السلبي كمان لما يستحق والانتقاد لازم يكون قوي بس بمنتهى الادب والاخلاق والاحترام اللي احنا متعودين عليها دايما هروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل فاكرات التريند النهار دي رسالة لابد